أكثر من 120 مليون دولار هي الفاتورة السنوية التي تخسرها الجزائر في استراد المواد الأولية لإنتاج المشروبات الغازية والعاصرة فهل عجز المصنعون الجزائريون عن إنتاج هذه المواد محليا؟ نحن هذه الفاتورة التي ستوزن على الجزائر أكثر من 120 مليون دولار هي جيم الخارج نحن قلنا نقدره قادرين لأن في الماضي كنا رافدين هذه الفاتورة لأننا نقدره بـ 20 مليون دولار نغطيه المياه اللي راهي خاصة من المواد المخصوصين في الجزائر خطيش التودة انتيجراسيون اللي راهنا في الجزائر هو عالي لأننا الأهمية نخدمه أكثر من الفلاح الجزائري إلى المصنع الجزائري إلى المستهلك الجزائري نحن هذه التودة انتيجراسيون ما دا بنا نرفعه نرفعه ونهبطه في الفاتورة اللي راهي جينا من الخارج هكذا مواد أولية للعطور ونكهات المشروبات بمختلف أنواعها يمكن توفيرها في السوق محليا باستثمارات جزائرية تساهم في الاقتصاد الوطني هذه نعطوه الأهمية للإنتاج الوطني وحده ورهم عدة مشاركات اللي رهم أنا نريس عليهم في هذه المنظمة التاعي رهم كاي اللي رهم يخرجوا للخارج كاي اللي رهم يروحوا لإفريقيا كاي اللي رمحوا لدول العرب الحمد لله نحن مدى بنا نرفعه حتى 30% لأنه وش يهمنا اليوم يهمنا السوق تعنا هو اللول والسوق تعنا الدوهون الأجنبيين منذ فتحنا هذه تاع الاتحاد الأوروبية والاتحاد تاع البلدان العرب دوهنا لأنه ميخلصوص الجامر عدنا اتفاقيات معهم واتفاقية هذه هم قتلوا للناس اللي رهم منتجين في الوطن لأنهما ما همش محميين منتجون رفعوا التحدي لكبح الاسترادة فهل سينجحون في ذلك سيما من ناحية الجودة